بسم الله الرحمن الرحيم أولا نترحم على شهداء الوطن الذين استشهدوا مؤخرا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين شيء مؤسف الشعب التونسي يعرف هذا والشعب التونسي حاسب هذا أيها التونسيون أيها التونسيات أتوجه إليكم بكلمتي هذه التي تحمل في طياتها مشروعا وتصورا لتونسنا الحبيبة كما نراها مستقبلا تونس التي يحلم بها كل تونسي وتونسية شيبا وشبابا أن مشروعنا عماده الوئام بين كل التونسيين والتونسيات مشروعنا يبني ويوحد يحاور دون إقصاء وكما أن أملنا في الله كبير بأن تونس سائرة لا محالة في نهج ديمقراطي لا رجع فيه ولا تراجع فإن ثقتنا في شعبنا لا حد له في قدرته على اختيار الأمثل ليقود مسيرته المستقبلية سوف نجعل هدفنا الأسمى وفي كل خيارتنا الكرامة للتونسيين والتونسيات فمثل ما نريد من شعبنا أن يكون فاعلا في بلاده ننتظر منه أن يكون خيرا سفيرا لوطنه أينما حل وسنعمل في هذا الاتجاه من أجل جعل تونسنا الحبيبة واحد محبة وسلام ولن يتأتى ذلك إلا متى كنا جميعا شركاء في المصير الواحد إن داخل الوطن أو خارجه فاقتصادنا وأمننا وسياستنا مسؤولية تجمعنا وتوحدنا إن إخوتي أخوتي إن مشروعنا ينطلق من ثلاث محاور أولا بناء نظام سياسي ديمقراطي يطلق الحريات كافة ويضمن الحقوق السياسية وفي مقدمة حق الرأي والتعبير ثانيا عدالة اجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن في ثروة الوطن باعتبار أن العدل الاجتماعي هو هدف رئيسي من أهدف الثورة وتحرير الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار ثالثا عودة تونس إلى دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربي ورائدة لقاراتها الإفريقية وتستعيد علاقتها الوثيقة بدول القارة الإفريقية ومنارة للعالم الإسلامي ومنفتحة على علاقات إيجابية مع دول العالم وبناء تحالفات استراتيجية تخدم مصلحة تونس وتحفظ كرمتها وتساهم في بناء نظام عالم جديد أكثر عدالة وإنسانية وتفعيل حقوق الإنسان إن هدفنا وضع تونس على طريق التقدم الشامل حتى تنتقل إلى مساف الدول الاقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم في ترتيب أقوى اقتصادية العالم قد يبدو حلما لكننا نؤمن بقدرة شعبنا على تحويله إلى واقع الشعب الذي كنا نؤمن طوال الوقت بأنه القائد والمعلم وكان فعلا كذلك بثورته المجيدة إن دماء الشهداء الأبرار رحمهم الله التي سالت لتروي ثورة شعبنا العظيم وتمدنا بالإصرار والعزيمة وجراح المصابين شفاهم الله لتمدنا بالقوة والإرادة وتضحيات كل الشهداء وأبطال تونس على مدار تاريخها العريق تستحق منا جميعا أن لا نقبل إلا ما يوازي تضحياتهم وأن نؤمن ونثق أن شعبنا قادر على تقدم عظيم كما كان قادرا على ثورة عظيمة والسلام عليكم ورحمة الله